اهلا بكم هل يتجنب الجزائريون اخطاء الربيع العربي سؤال فرض نفسه منذ اعلان الرئيس الجزائري عبدالعيز بوتفليقة تقديم استقالته وصار هذا السؤال هو التحدي الاكبر الذي يواجه الجزائريين خلال الفترة المقبلة وهو ما تضح جليا في مواقع التواصل الاجتماعي حيث تبينت بين تحليلات ترى ان مسيرات الجزائر تعلمت الكثير من اخطاء الربيع العربي التي سبقتها بثمان سنوات كما ان السلطة الجزائرية ايضا تعلمت الكثير من رد فعل حكومات العربية اثناء الربيع العربي في حين طرح مدونون ونشطاء مصريون وتونسيون ويمنيون اراءهم ونصائحهم للجزائرين بتعلم الدرس الذي حدث مع ثورات بلادهم من اجل عدم منح الفرصة للثورة المضادة بافساد النجاح الذي حققه فكتبت الناشطة اليمنية توكل كرمان الفائزة بجائزة نوبل للسلام على حسابها على تويتر الثورة الجزائرية تسقط بتفليقة وهي ماضية لإسقاط الشلة الفاسدة وكل المفيا الحاكمة لكم المجد ولكم النصر يلها من جولة جديدة عظيمة من الربيع العربي لن تتوقف حتى تسقط كل المستبدين والفاسدين العرب اثق بذلك واراه رأي العين المستبدون زائلون وارادة الشعوب غلابة اما الدكتور اسامة رجدي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري سابقا فكتب على حسابه على تويتر تعيش اليوم ما عشناه في الحادي عشر من فبراير عام 2011 في مصر الجيش حسم الموقف واقال بوتفليقة وهناك حملة اعتقالات طالت بعد المقربين ومن وصفهم جايد صالح بالعصابة الجيش اليوم يقول للشعب انت مش عارفين انتم نور عينينا الفراغ يجعل الجيش هو القوة الوحيدة ويبحث الآن عن رئيس كما فعل سابقا هذا وجهة نظر اسامة رجدي اما المعارضة السوري بسام جعار فكتب على حسابه عبر تويتر ما جرى في الجزائر الآن هو انتصار للشعوب العربية وصفحة لمخاطط وممولي الثورات المضادة اما الفنان المصري خالد ابو النجا فكتب على حسابه اخي المواطن الجزائري لا تترك الميدان او الحق بالرجوع للميدان باي وقت حتى تصل الجزائر بربيعها الى بر الامان قلوبنا معكم انتم السابقون ونحن اللاحقون وكتب الرئيس السابق للجمهورية التونسية المنصف المرزوق على صفحتها على فيسبوك هنيئا للجزائرين بثوراتهم الديمقراطية السلمية التي واصلت هبة الشعوب العربية المنطفضة في 2011 والتي حققت نصرا هو اليوم نصر كل الشعوب التواقة لوضع حد لانظمة الفساد والقمع هنيئا للجزائرين بأكثر من شهر من تظاهرات لم تسل فيها قطرة دم ولم تقطع يد او تفقع عين خلافا لما وقع في الضفة الاخرى من المتوسط التي كان بعض ادعيائها يقولون اننا لسنا جاديرين بالديمقراطية يا انظم إلينا عبر الأقمار للصراعية من الصنبول الكاتب والشاعر عبد الرحمن يوسف أهلا بك سيد عبد الرحمن يعني في البداية ماذا كان وقع إقالة أو استقالة عبد العيز بوتفليقة عليك شكرا لك أستاذ مجاهد وأهلا بك وبمتابعي الجزيرة مباشر الحقيقة بالنسبة لي اختفاء بوتفليقة من الحياة السياسية كان أمرا بالنسبة لي كان طبيعيا وليس فيه مفاجأيا ولكن ربما أؤيد ما يقول الدكتور أسامة رشدي في أنه اليوم بتوقيت القاهرة اليوم هو 11 فبراير ليس 2 أو 3 إبريل وهو تاريخ تنحي مبارك تاريخ 11 فبراير وهو تاريخ تنحي مبارك والاحتفالات التي جرت في مدان التحرير وفرح بها المتظاهرون والمعتصم في مصر كلها يعني مصر كلها كانت ميدان كبير تاريخ من حلايب وشداتين إلى رفح فالفكرة أن لا أريد أن أقف في موقف المحاضر الذي يعطي الدروس لإخوتنا في الجزائر أنا كتبت مقالة هديتنا إلى الجزائر وهديتنا هي أخطاؤنا ذكرت كل قارئ يعني بأخطاء الكبرى للتجربة المصرية وهي يعني كلام ملقى في الطريق من أراد أن يستفيد به فليستفد ويعني من لم يجد فيه فائدة فهو أدرى بأحواله وكل شعب يعرفه لكن أريد أن أعطي ملاحظة الحقيقة عن تجربة الجزائر نفسها لابد أن نلاحظ أن هناك ربيعا جزائريا وربيعا عربيا الربيع الجزائري بدأ في أواخر ثمينات في عهد الشادلي بن جديد بتجربة تحول دموقراطي نتج عنها العشرية السوداء هذه تجربة موجودة عند شعب الجزائر وتعلم الجزائريون منها الكثير على المستوى الشعبي وعلى المستوى النخب وعلى مستوى الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأجهزة القوة التجربة الثانية هي تجربة الربيع العربي يعني الجزائريون عندهم تجربتهم اللي بدأت في أواخر التسعينات واستمرت عشرية كاملة وعندها تجربة مصر وليبيا وتونس واليمن وسوريا يعني عندهم تجارب المدان التحرير والبراميل المتفجرة والعشرية السوداء كل هذه التجارب موجودة في العقل الجمعي الجزائري بالنسبة لأخطائنا نحن كمصريين التي نهديها لأي حراك في الجزائر أو في السودان أو في أي مكان في العالم ارتكبنا خمس أخطاء كبرى في رأي الشخص الخطأ الأول هو الأكبر هو تحويل معركة الحرية إلى معركة هوية الناس تنزل إلى الشوارع من أجل مطالب محددة يتفق عليها غالبية عظمى من الشعب تتعلق بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية يعني لا يوجد في حراك الشعوب العربية حتى الآن على الأقل أنه حد نزل عشان الدولة تبقى إسلامية أو عشان الدولة تبقى علمانية أو عشان الاقتصادي يبقى رأسمالي أو عشان الاقتصادي يبقى شيوعي يعني ما حدش نزل عشان الكلام وفي الوقت الذي يتم الانقسام بهذا الشكل الانقسام أيديولوجي على المستوى الديني أو على المستوى الفكري بتبدأ التجربة في الانحسار وبيبدأ الطرف الآخر في أنه يحقق المكاسب الخطأ الثاني اللي وقعنا فيه في التجربة المصرية هو القبول بمرحلة انتقالية خطط لها المخلوع يعني أنه النظام البائد هو اللي قبل ما يتكل على الله هو اللي هندس لنا المرحلة انتقالية تبقى إزاي فحسن مبارك هو اللي قرر أنه المجلس العسكري هو الذي يدير المرحلة انتقالية وحده لا شركة له وهو اللي حدد وعين لجنة تعديل الدستور اللي هي بعد ذلك مسؤولة عن استفتاء 19 مارس اللي هو أول كبوة في طريق الثورة المصرية حقيقة العمل اللي أجندية واللي كلفها واللي عين أعضاءها كان حسن مبارك فبرضو لذلك الآن لو طبقنا هذا على الحالة الجزائرية لابد من التفكير هو المساري اللي هتمشي فيه المساري المعروض حاليا على الجزائريين مين اللي حطه والصالح مين الشيء الثالث اللي وقعنا فيه كمصريين هو التنافس بمعنى آخر الصراع بدلا من الاصطفاف والتوافق طبعا الديمقراطية مبنية على التنافس ولكن هناك مرحلة انتقالية بين مرحلة الاستبداد ومرحلة الديمقراطية هذه المرحلة اللي هي تسمى في أدبيات علوم السياسة مرحلة التحول الديمقراطي هذه المرحلة لا تقوم على أساس التنافس أو على الأقل ليست على أساس التنافس الكامل بل على أساس توافقات واصطفاف في وجه الدولة ومؤسساتها التي لا بد أنها تكون ممتلئة بآلاف المنتفعين الذين يريدون لهذا الحكم أن لا يبيد وأن يظل مستمرا فينا الخطأ الرابع وربما هو أنسب خطأ نتكلم عنه الآن بالنسبة لحالة الجزائر هو الاحتفال المبكر احنا طبعا احتفلنا مبكرا جدا لكن في النهاية كان إسقاط حسني مبارك كنظام راسخ عمره 30 سنة يحقق مصالح يعني العالم كله كان مع حسني مبارك العالم كله بلا أي مبالغة على المستوى الإقليمي والدولي حتى شبكات الانتفاع الداخلية اللي كانت جوة مصر نفسها شلال المنتفعين داخل مصر كانت أكبر بكثير من الموجودة حاليا الخطأ الخامس هو معادات جميع مؤسسات الدولة أو التحالف معها أو مع بعضها على انفراد يعني لابد انه ان يعلم الناس انه من الصعب ان انت تدخل في معركة تعادي فيها كل مؤسسات الدولة مرة واحدة وبالتالي اذا حصلت شراكة بين الشعب وبين من يؤمن بالديمقراطية في هذه المؤسسات لاننا ما ينفعش نعادي كل المؤسسات دي مرة واحدة فلابد ان ننتقي من قياداتها من يؤمن بالديمقراطية وده حصل في دول كثيرة جدا ما ينفعش انا اروح لوحدي وتحالف مع العساكر يعني في النهاية احنا عندنا في مصر مثلا حالة ان الاسلاميين تحالفوا مع العسكر والليبراليين ايضا او ما يسمى بالتيار المدني ايضا تحالفوا مع العسكر ولكن المشكلة ان كل واحد فيهم تحالف منفردا لتحقيق مصالحه هو وفي العادة كان بيكون ضد الآخر بينما كان المفروض ان نحافظ على الصف الثوري واحدا وان نتفاوض كصف واحد وكجبهة موحدة ضد هؤلاء العساكر ونجبرهم على تحقيق مطالب الجميع فانت تهدي هذه الاخطاء للثورة الجزائرية والجزائرين حتى ينتبهوا لما يعني او يستفيدوا من التجربة المصرية بالضبط هذه اخطاؤنا هذه خلاصة تجربتنا في رأيي الشخصي يعني طيب ابقى معي سيد عبد الرحمن لانه ينضم الينا في السوديو الناشطة السياسية الجزائرية عبد الوكيل بلا مهلا بك سيد عبد الوكيل سيد عبد الرحمن يوسف تحدث عن أخطاء وقع فيها الثور في مصر وهو يقدمها لأهل الجزائر تحدث عن أن المعركة هي معركة حرية وليست هوية على أن القبول بمرحلة انتقالية خطط لها المخلوع مبارك هذه من الأخطاء التي وقعوا فيها أيضا فكرة الصراع أن الأمر أصبح صراعا بين جهات مختلفة وليست تنافسا الاحتفال المبكر يعني كما هو يشبه يوم أمس به 11 من فبراير ومعادات جميع مؤسسات الدولة أنه لا ينبغي أن يكون هناك معادة لجميع مؤسسات الدولة أو التحالف معها على انفراد لابد أن يكون تحالفا مبنيا على المصلحة الوطنية وعلى الديمقراطية دعني أسألك عن هل التجربة المصرية حاضرة في أذهان الجزائريين وهم يقومون بما قاموا به حتى هذه اللحظة سيدنا أحمد رحيم تحية إليك والأستاذ عبد الرحمن فعلا يستحذرونها وأنا شخصيا نستحذرها قبل تخطيط لهذه الحركة قبل أن نباشره وندعو إليه نحن نتحرك ونتظاهر ونعارض وفي دهنا ليس فقط انعكسات ورواسي بالتجربة المصرية المريرة بإيجابياتها وبسلبياتها ولكن أيضا تجربة أخرى مما هو قريب منها ليبيا مما هو بعيد هذا لا يعني أننا ونحن نتحرك ونستحذر هذا لا نخطئ نحن لا نعصم أنفسنا لكن سنجتهد أن نتفادى كل ما قد وقع فيه أخوانا سيد عبد الرحمن مثلما سمعته محق في كثير ما ذهب إليه مع فارق عدم التشابه التطابقي بين تجربة المصرية وتجربة الجزائرية لا الجيش المصري جيش الجزائر ولا المعارضة المصرية لا إخوان مصر هم إخوان الجزائر لا ولا 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 لكن هذا لا يسقط كثير من مستويات ونقاط التشابه والتلاقي بين تجربتين نحن في نهاية لهم أيضا يحكمون العسكر لا يحكمون بنفس الطريقة التي حكمت بها القوات المسلحة مصر منذ انقلاب الضباط الأحرار في نهاية عندنا معارضة لكن لا نشبه المعارضة المصرية عندنا وضع الآن دستوري وسياسي لا يشبه الوضع الذي وجد فيه الثوار أنفسهم في ميادين التحرير لكن المحارب الكبرى التي تشابه موجودة العسكر لن يطلق ولن يتنازل بسهولة كل عساكر الدنيا العسكر الجزائري له ميزة قد لا يعلمها كثير من أخوة العرب العسكر الجزائري الجيش الجزائري هو جيش تأسس سبق تأسيسه وتأسيس الدولة هو جيش تأس في الجبال من فلاحين من بسطاء الناس ليحرر أرضا ليبني فوقها بعد ذلك ذولة يشبهنا في ذلك جيش لا أريد ذكره لكن ما هو ذكره هو جيش تقريبه هو جيش الإسرائيلي يعني الميليشيا سبقت تأسيس دولة إسرائيل وتأسيسها بعد وحكموا بالوكالة تقريبا منذ 62 لكن الجزائر حررت أرضها أما إسرائيل اقتصبت أرضها قلت مع الفارق طبعا طريقة حكم العسكر الجزائري للجزائر الجزائريين لا تشبه أيضا طريقة حكم الجيش المصري فيما أعلم دولة داخل دولة نحن لنا خصوصية في الجزائر هذا لا يسقط عنه مسألة تمسك بالسلطة ولن يسمح ولن يتنازل عن قيد أنملة فيها إلا إذا دفع إلى ذلك دفعا ما الواقع في الجزائر الآن الواقع أننا تمكننا ونحن نبدأ حراكنا أن لا نستعدي مؤسس الجيش أنا قلت في كثير عندما كنت في الجزائر قبل أن آتي إلى هنا في اللايفات التي كنا نعملها على الفيسبوك قبل أن آتي كنا نستثني مؤسس الجيش لا بالنقدي ولا بتحميلها المسؤولية نحن مشكلتنا مع العائلة الحاكمة التي حكمت البلد عشرين عاما وتريد أن تستمر وفقنا إلى ذلك في حد بعيد أحس تقياد ليش أننا لا نستعديها وأننا لا نستهدفها بحرار وظهر ذلك من بينات الجيش وتبين ذلك في بينات الجيش ورسائل مجلة الجيش وفهموا أننا لا نستعديهم حقيقة نحن مشكلتنا لا نسمع ليش ولإن كان الجيش مسؤول المسؤولية مباشرة عن طائر جهاز المخابرات في الإتيان ببوتفليقة قائد الأركان مسؤول لا يمكن أن نسقط عن المسؤولية فيما قد سمح به أن يكون من تمسك وترسخ وتجذر هذه العائلة الحاكمة في الجزائر وإتيانها على الأخضر واليبس والدماء ونهب البلد كما استعمله نفس المصطلح نهب البلد وسماهم بعصابة يبدو لي أننا إلى حد الساعة وفقنا في أننا تخلصنا من هذه العصابة وحتى الآن الكل مجمع على أن ما قام به الجزائريون حتى هذه اللحظة عمل بطولي أدى بثورة سلمية ومظاهرات سلمية إلى تقديم بوتفليقة استقالات ولكن الخوف فيما هو قادم دعنا نشرك معنا عبر الأقمال الصراعية من ترابلوس الكاتب والمحلل السياسي الليبي السيد جمال عبد المطالب أهلا بك سيد جمال بدأت سيد جمال كيف تابعت ما يحدث في الجزائر وخاصة في مدار أمس أهلا وسهلا أحييك أستاذ مجاهد وأحيي ضيفين الكريمين الحقيقة أنا استمعت إلى تحليلهما وتوصيف الأستاذ عبد الرحمن يوسف لمسألة التجربة المصرية والأخطاء ونصيحة لإخوانه الجزائريين وهو كلام جميل واستمعت إلى ضيفك في الأستوديو وهو أستاذ جزائري وأهل مكة أدرى بشعابها وقال كلاما رائعا وأنا كاليبي من شمال إفريقيا منذ شبابي المبكر قبل أن ألج قصة السياسة والكتابة والتحليل وكنت متتبع للتورة الجزائرية والحراك الجزائري والساسة والمثقفين إلى آخره والتعريب وكل هذه والعشرية السوداء التي أدمت قلوبنا جميعا الحقيقة أنا أود أن أشير أضيف للضيفين الكريمين نقاط مهمة جدا أنا في تصوري كل حراك في الربيع العربي وفي الانتفاضات التي حصلت في تونس في مصر في ليبيا في اليمن في سوريا في الآن الحراك هذا الحراك الجديد الربيع العربي الجديد أو سميه ما شئت لأن الجزائر ليست عربية خالصة يجب أن نحترم لا نقول عرب والقصة القديمة هذه المزعجة هناك إخوة لنا أمازيغ ممكن ستين في المية أو النص ولكن لنقول الجزائر الشعب الجزائري فقط الحقيقة لكل شعب ولكل قطر من هذه الأقطار له خصوصية أراهنا الكثير على مسألة أن لن يتحرك أحد بعد الذي حصل وقالوا إن الربيع العربي فشل وأفشلوا حاولوا إفشاله ولكنه لم يفشل مثل مجال الدكتور المرزوجي وغيرة والتدخل الإقليمي الأموال التي دفعت من دول معينة الإمارات وغيرها وكذا للإفشال 50 مليون 50 مليون من الملك عبد الله بن عبد العزيز دفعت لإفشال التورة والديمقراطية في مصر 50 مليون دولار ليس أمرا يعني عفوا 50 مليار ومش 50 مليون الأرقام خيالية ولكن ما نلحظه تتبعنا الحراك في الجزائر قيل أن الجزائريين لن يتحركوا من جديد ويعزفون دائما بعض المحللين والساسة وغيرهم سواء المحبين للشعب الجزائري أو الذين لا يريدون للشعب الجزائري أن يتحرك دائما يعزفون على نقطة العشرية السوداء يعني يركزون على مسألة هذه العقدة هذه العقدة ستمنع أي حراك جزائري خوفا من أن تسفك الدماء من جديد وبالتالي سوف يتحمل الشعب الجزائري يتحملون الضيم والفقر وهم دولة غنية جدا وراقية جدا ولكن هذا الحراك فاجأ الجميع لا أحد لم يتنبأ به أحد تنبؤا حقيقيا خاصة ما لاحظناه من رقي السلمية ينظفون الشوارع يحترمون النساء لا تحرش لم تتكسر زجاجة مشروب واحدة ولم يعتدى على محل ولم تحرق سيارة ويحسب والأناقة شعب جزائري خارج وبالرغم من البساطة وجل الموجودين من الطبق المتوسط من الفقراء طالعين وهم أنقين ومنظمين ومحترمين يحسب أيضا للسلطة رغم نقدنا لها وعندنا من قلوا في السيد عفوا هذه نقطة مهمة جدا يحسب لها ليس لأنها حنونة أوراقية وأن الجيش مع احترامي للجيش الجزائري ولكنني أتكلم عن الجنرالات الذين تعودوا القتل وسفك الدماء والقمع ولكن حسبها كويس يبدو أن في مستشارين محترمين بلغوهم بأن وقود التوراة الدم لا تسفك الدماء لا تضرب الشعب استفيدوا مما حصل في ليبيا سيد جمال في هذه النقطة عذرا لمقاطعتك في هذه النقطة أريد أن أشرك سيد عبد الرحمن يوسف يعني يبدو أن سيد عبد الرحمن لم تكن التجربة المصرية وتونسية والليبيا حاضرة فقط لدى شعوب لكن يبدو أيضا أنها حاضرة لدى الحكام ما قام بها بوتفليقة وما قام بها الجيش الجزائري يبدو أنهم أيضا تعلموا الدرس مما جرى في دول الربيع العربية ما رأيك طبعا التجربة حاضرة ولكن هذا في صالح الشعوب يعني في النهاية الرسالة وجهت للجميع من يطالب بالتغيير سنقصفه بالبراميل المتفجرة وفي النهاية خرج الشعب الجزائر أيضا وخرج الشعب السوداني والرسالة العكسية أنه مثلا نهاية التغيير السلمي أو الأداء السلمي في التغيير انقلابات عسكرية ومجازر ورغم ذلك انتصرت فكرة التغيير السلمي أيضا مرة أخرى من خلال الشعب الجزائري والشعب السوداني فلا يوجد جديد يعني لا توجد رسائل أخرى تستطيع أن توجهها الأنظمة لكي تخاف الشعوب وأصبح الأمر محسوما أنها مسألة وقت وأن أي فرصة ستجدها الشعوب لكي تستطيع أن تغير من أحوالها وتخلص من هذه الأنظمة المستبدة لن تتردد وأن الخيار الأوسع والأشمل والمزاج العام عند الشعوب العربية هو التغيير سلما لا أحد يريد أن يلجأ إلى العنف والعنف صنيعة الدول وهي التي تلجأ مجموعات معينة إلى هذا العنف وأحيانا هذه الأنظمة تصنعه صناعة نعم أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والشاعر عبد الرحمن يوسف كنت معنا عبر الأقمار للصناعية من الصنبول شكرا جزيلا لك وينضم إلينا عبر سكايب من مدينة تطاوين التونسية الدكتور الأمين بوعزيزي الناشط السياسي التونسي أهلا بك دكتور الأمين سؤالي يتعلق في ما جرى في الجزائر هل هذا النفس الجديد في ثورات المنطقة وثورات الربيع العربي هل سيعطي دفعا لتونس تدخل إلى مرحلة مقبلة من الانتخابات الرئاسية والمحلية هل ممكن أن ينعكس ما حدث في الجزائر على تونس ومصارها أهلا بك أخي طابة مساك تحية ليك ولكل السيد المشاهدين ورديوك الكرام نخاطبكم من مدينة تيبي بوزيد مهد الثورة التونسية ساعة اندلعت الثورة في الجزائر لا أخفيك أول رسالة أنها كانت رد على من شيطنوا موجة الثورات العربية تعرف أن موجة الثورات العربية ووجهت بإضافة إلى البراميل المتفجرة إلى أسلوب الإبادة ووجهت بحرب كلامية وبإرهاب كلامي كبير كونها هونري ليفي فوضى خلاقة وغيرها أن يطور شعب الجزائر بإرث ثورة المليون ونصف مليون شهيد أن يطور شعب الجزائر بخبرة العشرية الدموية وأعضاء الأخوة يقولون العشرية السوداء عذرا واجب احترام الأخوة سود البشرة هي العشرية الدموية ومع ذلك ثاروا رغم ما شاهدوه من تدمير للثورات قادته السعودية وقادته روسيا لوأد أشواق الشعب العربي لكن عندما تاروا سأحدثكم عن تونس على الأقل أخي يعني صحيح تونس لم تحدث فيها يعني انقلاب دموي على الثورات لكن فيه التفاف سياسي يعني فيه التفاف إعلامي فيه التفاف ما يسمى في تونس بالدولة العميقة لكن ساعة جرت الأحداث في الجزائر وقرب الجزائر من تونس فارتفعت المعنويات كثيرا على الأقل من زاوية أن وطنية الثائرين يعني لأن الحرب الشرسة التي خيضت للطعن في ذمة الثائرين ووصمهم بالتعامل مع الخارج والحال أن الحكام هم العملاء الذين رأينا الخارج يهب لنجدتهم رأيناها في ليبيا رأيناها في اليمن رأيناها في سوريا البلد الذي وقع احتلاله من كل زنات الليل كما يقال وبالتالي أن ما جرى في الجزائر عدل البوصلة وثبت شرف الثورات وثبت أن رغم كل الدمار الشعوب لم تخف ولم ترهب وواصلت شعار الشعب يريد إسقاط نظام الإذلال نظام الاستباحة حتى أن السؤال الذي يطرح لماذا الثورات لم تذهب شمالا نحو أوروبا أو جنوبا في القارة وإنما ذهبت مشرقا ومغربا ذهبت حيث أشواق الأمة المضطهدة يعني عندما التونسيون يتابعون ما يجري في الجزائر لحظة بلحظة أو تابع شبكات الفيسبوك على الأقل في سوريا قلوبهم دم على ما يجري في الجزائر وكأن ما يجري هو أحداث سوريا دكتور لامين لو أردت أن تحذر الثوار في الجزائرين هم أهل مكة أدرى بشعابها لكن لو أردت أن تطلق لهم تحذيرا من التجربة التونسية فماذا تقول لهم؟ نعم أخي هو صحيح أهلنا في الجزائر نتعلم منهم لكن فعلا نقول بعض الملاحظات لأشقاء لهم في أقطار أخرى في تونس مثال ما نقوله لأشقائنا في الجزائر لا تثقوا بسماسرة الأنظمة أنتم قمتم بتجربة رائعة أنكم لم تستعدوا مؤسسة الجيش لكن أيضا لا يجب الثقة في أي طرف سياسي واجب البقاء في الميادين في الساحات للمرور إلى النظام الذي يريدون لا تقدموا حتى كارت بلونش إلى أي قوة سواء كانت مسلحة أو سياسية من صنعوا المجد في الميادين لا يجب أن يسرق جهدهم في تونس تم صريقة جهد من ثاروا على مدار شهر كامل بمجرد ما تمت خضعة ما يسمى بالانتقال الديمقراطي السلس ومسألة دستورية وكذا يعني من كانوا مهددين بالسجون والقتل وجدوا أنفسهم غرباء ومن صمصروا معابل علي لآخر لحظة وجدنا أنفسهم في قبضتهم يديرون العملية السياسية لا تتركوا الشوارع لا تتركوا الميادين هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أيضا لا أخفيكم احذروا ما يسمى بالجمعات يعني شعب الجزائر هويته والثورات هويتها المستقبل وليس الماضي كما قال أحد الأخوة في مصر أن الثورات تطلب هوية الثورات هي مسألة الحرية يعني لا تنخدعوا بأي أسطورة يعني هذه مسألة الجمعات لأن الجمعات تركب عليها موجة أصولية يعني تفرض أجندة أخرى من الفاشية بمكان هذا يعني ما حدث للأسف في سوريا واخططفت الطورة في قبضة أولئك المسألة الثالثة أخي وهي يعني ما فشلنا فيه في تونس للأسف يعني انفلاق الكتلة التاريخية التي قادت الملحمة نحن نرى مختلف المكونات في الشارع الجزائري مثل ما حدث في تونس بالضبط من 17 ديسمبر إلى حدود 14 يعني جان فيه لكن بعد الإطاحة بواجهات النظام ماذا جرى؟ انفلقت تلك الكتلة التاريخية التي كانت كتف بكتف معناها لمواجهة الاستبداد وعادت إلى الصراعات الإديولوجية الشمولية التي تقوم على التنافي واجب أو إخوتنا في الجزائر يجب أن يبنوا على المشترك الذي يعني الكلمة السواء التي يجب أن يقدموا تنازلات إلى بعضهم لا يجب على أي طرح سياسي أن يختطف المعركة لوحدهم أشكرك الدكتور أمين بوعزيزي كنت معنا عبر سكايب من سيدي بوزيد من تونس شكرا جزيلا لك سيد عبدالوكيل ما رأيك فيما قالوا الآن حول هذه التحذيرات مجموعة من التخوفات عدم الثقة التامة في كل التيارات فكرة التماشي بشكل المجموع حفاظ على المجموع ورفع هوية الحرية قبل أي شيء أولا نحيي في الأخ من تونس أولا تتبعه لما يجري في اللزاري يبدو أنه متابع وفي وحاذق أيضا الأخ عبد الرحمن وحرصهم حبهم يعني خوفهم على هذه التجربة التي نعتبر أنها ما تزالوا بعد في مرحلتها بين قوسين الجنينية لما ترنوا بعد ولسنا بالمبتهجين ولا بين قوسين الفرحانين السدج نحن ندرك أن نحن سرقت منا ثورات عديدة حتى الثورة اللزارية سرقت من طرف مجموعة وجدة وسرقت بين قوسين انتفاضة أكتوبر وسرقت منا ثورات عدة يتم حق الناس أن تفرح ولو وقتا لذلك نحن طورنا في اللزارية مصطلح فرح ولكن على أشاكل نعم ولكن الأخ من تونس نوحيه فعلا هو محق في مداب ونحن أيضا نستوحي ونستشعر ونعيش الثورة التونسية بمطباتها وبنقائصها لأنها قريبة منا أنا شخصيا تابعتها وقارت عليها كتب يعني حتى في عندي كتاب عنه أنه كورنولوجيا الثورة التونسية يوم بيوم وإن شاء الله نستفيد منها أن لا أن نؤجل خلافاتنا الإيديولوجية وأن الحرية الهوية فعلا مثلا لو درست أنت ولاحظت أنت اليافطات والشعارات التي رفعها الجزائريين طبعا تحت توجيه الجماعة التي بين قوسين تؤثر الحراك عن طريق علاقة الوشبكة التواصل الاجتماعي لا مكان إيديولوجيا خرج الجزائريون صغيرهم كبيرهم كافيرهم مؤمنهم ملحدهم صائمهم مفترهم صغير كبير مرأة متحجبة سافرة هذه المسألة يبدو أن تجاوزناها ويبدو أنها لم تكن حاضرة إلا كوهم في مخيلة البعض أنهم بمجرد أن مثلا خدت رئيس حكومة وهو عندما كان رئيس حكومة هذا المقال ويحيى عندما قلنا أنها لا يمكن حتى أنا في أحد خطاباتي في فيديوهاتي قلت حتى لو وجد في الشارع قط وفأر لن يتهجم قط على فأر قال أنتم تكذبون علينا حتى سوريا ابتدأت بالوعود إشارة إلى أنه يوم 8 مرس كان عندنا أيضا منظاهرات وقلنا سنهديوا رودا للنساء واشتروا ملايين الوردات وهذه النساء يخوف الناس بالقمع بالدماء بالحرب رئيس حكومة بدل أن يحيي شعبه هذا الذي يتمكن من تظاهر في جو يمنع التظاهر الشباب لم يعتد على التظاهر التظاهر ممنوع أصلا في الجزائر خاصة في العاصمة العاصمة الجزائرية هي العاصمة الوحيدة في العالم التي يمنع فيها التظاهر زي بيونج يونج على ما أظن يعني حتى بالترخيص هو لا يعطيك ترخيص ربما ذلك تمكننا بعون الله أن نضمن سفر خطر فيما عدا وفاة أحد المواطنين مختنقا بالغاز عندما أرادوا الذهاب إلى رئيس الجمهورية هل سيختلف أكيد سنؤجل كل خلافة إذيولوجية بين قوسين إلى محطة إلى معركة الصندوق وحده الصندوق هو الفيصل والفاروق فيما إذا ما أراد الجزائر أن يتنافسوا طبعا نحن نرن إلى ديمقراطية الديمقراطية رحاها التنافس السياسي بحكم واحد وأوحد هو الصندوق ولجنة عليا تنظم الانتخابات لا تراقبها كما فعلوا كما فعلوا بنا هل تننجح هل سننتكس نتمنى النجاح الواقع الجزائي الآن في شغور في منصب الرئاسة فيه خليفة له لا نقبله لأنه من نفس من قبيله فيه أيضا رئيس مجلس السوري من نفس العائلة الرئاسية سنرفضه لن يعني باللغة الفرنسية نن كومبوزان بافيك فيه أيضا رئيس حكومة تم تعينه من طرف رئيس سابق قبل الرئيس هذا ممكن ما أشار إليه أو أراد أن يشار إليه السيد عبد الرحمن عندما قال أن حسن مبارك وضع معالم المرحلة التي تليه ثم غاضرة فاتق سارت مثل ما أرد لها مع فارق طبعا سنعدم هذه الحكومة ستسقط سنعلن عن رفضنا لها وسنتظاهر في كل مدن لزائر وسيكيف الدستور لم يتكيف الحراك لن يتكيف الدستور مع مطالب الحراك نحن لا نقبل لن نقبل بهذه الحكومة بزعيم التزوير في اللزائر سيد عبد الردين بدوي أن يشرف هو على مرحلة انتقالية ينظم فيها انتخابات ثم يسرق مننا هذه الطوارة على حين غفلتنا أشكرك شكرا جزيلا النشرة السياسية الجزائرية عبد الوكيل بالأم شكرا جزيلا وشكرا وشكرا موصول للسيد جمال عبد المطلب الكاتب والمحل السياسي الليبي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من ترابلوس شكرا جزيلا لك الصحف العالمية تمت باستقالة عبد العليز بوتفليقة من رئاسة الجزائر حيث قالت صحفة الجارديان البريطانية إن فترة حكم بوتفليقة التي استمرت عشرين عاما أصبحت رمزا للأنظمة المتقادمة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكانت نهايتها المفاجئة بمثابة انتصار جديد للاحتجاج الشعبي في المنطقة لكن ما سيحدث بعد ذلك غير واضح في بلد نادرا ما شهد تغييرات سياسية في القمة منذ حصوله على الاستقلال من فرنسا عام 1962 أدت استقالة بوتفليقة إلى رئاسة مؤقتة من قبل رئيس المجلس الأعلى للبرلمان عبد القادر بن صالح حتى إجراء الانتخابات لكن مع تزايد الاحتجاجات التي شجعت المتظاهرين بدأوا في المطالبة بأكثر من مجرد الإطاحة ببوتفليقة أما واشنطن بوص الأمريكية فقالت إنه وبالرغم من أن إعلان استقالة بوتفليقة كان متوقعا إلا أنه يمثل منعاطفا مذهلا للجزائر التي تنضم إلى صفوف مصر وتونس وليبيا واليمن حيث تم إزاحة المستبدين عن السلطة بفعل الضغوط الشعبية في السنوات الأخيرة أما في فرنسا فاهتمت صحيفة ليموند الفرنسية بالطورة السياسية في الجزائر وعنوانت في الجزائر الجيش يعجل باستقالة بوتفليقة رغم مقاومة حاشيته وقالت ليموند أن التصارع الشديد للأحداث كشف وجود نزاع عنيف عن رأس الدولة بين حاشية بوتفليقة والجيش وفي الإشارة إلى هذه المواجهة قال بوتفليقة في خطاب الاستقالة بأنه اتخذ قراره بروحه وضميره بهدف المساهمة في تهدئة القلوب والعقول والصيغ التي استخدمها بوتفليقة تؤكد على شرارة الاشريباكات التي مزقت دوائر السلطة في الجزائر العاصمة في الأيام الأخيرة وكتبت لوفيجارو الفرنسية أيضا الجزائر تستيقظ بدون بوتفليقة لأول مرة منذ عشرين عاما وقالت إن الجزائرين الذين احتفلوا في الشوارع بعد نبأ استقالة بوتفليقة يريدون الآن أن يرحل كل رجالات النظام عن السلطة وينضم إلينا عبر سكايب من باريس الكاتب والمحلل السياسي بير لويس ريموند أهلا بك سيد بير يعني بالحديث عن ما ورد في الصحافة العالمية وخاصة في فرنسا عن استقالة بوتفليقة ما هو تحليلك لما ورد فيها طيب نستطيع ننطلق من هذه القراءة التي تفضلت بها عندما تناولت ما ورد في صحيبتي الموند وفي ديرو نرى بأن هناك فعلا انقسامات داخلية على مستوى دائرة دوائر سنعة القرار طرف كان يؤيد الولاية الخميسة وربما تمديد فيما بعد الولاية الرابعة وطرف آخر كان من أنصار القطيعة والاستقالة ورحيد الرئيس بوتفليقة طبعا فرنسا لها تاريخ عريق وطويل مع الجزائر وهي الآن تنظر إلى هذا الجيل الجديد المتعطش للديمقراطية وأيضا يشار كثيرا في الدوائر التقافية الفرنسية إلى هذه المجموعة من المتقفين من الكتاب والمصورين والفنانين في الجزائر الذين انضموا أيضا إلى هذا الحراك فبالتالي الحراك تجاوز مجرد كونه حراكا سياسيا ليسجل نفسه كحراك اجتماعي وثق فيه قبل كل شيء يعني هذا هو الصدى الذي عكسته هذه الثورة الجزائرية التي ليست مجرد ثورة سياسية كما أستطعت بل ثورة الشعب بالكامل هذه صورة الشعب لوحظ أن هناك لدى المتظاهرين الجزائرين تخوفات ورفض لكل ما يأتي من فرنسا وكل ما محسوب عليها كيف سيتم التعامل مع ذلك في الفترة المقبلة وكيف ترى طيب يعني نستطيع أن نتفاهم مثل هذا الموقف خاصة من الجيل الذي عاش هذه الأحداث حتى وإن كان عاشها من بعيد هناك رغبة جزائرية في إحداث قطيعة مع المستعمرة السابقة في طي صفحات الماضي وعدم الرغبة في أن يكون هناك أي تداخل سياسي أو تداخل خفي من وراء الكواليس فلهذا سأستشهد بما قال أحد أكبر الجامعيين المؤرخين المختصين بالجزائر برجة ماستوغا الذي قال بواضح الهبارة في وسائل الإعلام الفرنسية بأن الفرنسيين الآن ينبع لهم أن ينظروا إلى الجزائر كمراقبين وعندما تحدث عن المراقبين استهدف السياسيين أساسا لم يعود هذا هو زمن التداخل السياسي بل أصبح الآن هو زمن التعاون التعاون الاقتصادي التعاون بين الطلاب مثلا ومثلة أن ينتفع طرف من طرف أو أن يحاول أن يمسك بالأمور من وراء استطار للحفاظ على الاستقرار مثل هذا التصرف لو تم من فرنسا فسيعتبر خيانا لمبادئها فلهذا طبعا فرنسا وتنظر إلى المستقبل وخاصة الشعب الفرنسي المواطن الفرنسي ينظر إلى التصرفات التي ستقوم بها الحكومة الفرنسية ما إذا كانت فعلا ستحترم هذه المبادئ التزام احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها أم لا أشكرك الكاتب المحل السياسي سيد بير لويس ريمون كنت معنا عبر سكايب من باريس شكرا جزيلا فصل قصير مشاهدين نتابع بعده صحفيون مصريون يطالبون بإطلاق صراح زميله معادل صبري مع مرور عام على اعتقال السلطات له دون تقديمه للمحكمة اشتركوا في القناة